بيبدأ الفيلم في مدرسة شاولين لتعاليم فنون القتال وبنشوف معلم المدرسة وونج وهو بيتفرج على الطلاب وهما بيدربوا وبيؤمر المساعد بتاعه انه يخلي باله من الطلاب لانه وراء مشوار مهم ولازم يروحوا ومساعد المعلم بينفذ اوامر المعلم وونج وبيدرب الطلاب على كونج فو وبنتعرف على واحد من الطلاب اسمه فيي وونج فيي يبقى ابن معلم المدرسة وونج وهو بيفضل يرازي ويتاريق على مساعد المعلم في وسط التدريبات وفيي كان شاب مشاغب ودايما بيعمل مشاكل وهو بيفضل يرازي في المساعد ويدحك عليه الطلاب والمساعد بيقول له هو انت علشان ابن المعلم فده يديك الحق انك تتريق علي ففيي قال له مها بصراحة انت طريقتك في التدريب غبية وانت شخص غبي ورح فيي ميدله بالرجل ومقى على الارض وبيهزق المساعد قدامه الطلاب فالمساعد بيقوم وهو متعصب وبيروح يتخنق في فيي بس فيي كان ماهر في الكونج فو وبيقدر يتغلب عليه وبيفضل يستهزق به وبعدها بيقعد فيي مع صحابه الفاشلين في السوق علشان يكلوا وساعتها بيشوفوا بنت جميلة اسمها لين وبيعجبوا بيها وفيي ما كانش يعرف مين البنت دي بس بيعجب بيها جدا وبيتحدى صحابه انه يروح يكلم البنت دي وفعلا بيروح لها وبيعدي لغيها وبيعمل خدعة وبيرمي تعبان على الارض علشان يشيلها ويعمل نفسه بينقزها من التعبان بس بتظهر ام لين وبتهزق فيه قدام كل الناس وفيي بيتعصب من الست دي وبيجتمها هي وبنتها وفيي ما كانش يعرف انه ام لين تبقى محترفة تكون جفوه وهي بتقوله انا هعلمك درس عمرك ما هتنساه وبتطلع انها محترفة جدا في القتال وبتمسك فيه وبتقطعه وفيي بيتفاجئ من مهارتها في القتال وحاول يهاجمها كذا مرة بس في كل مرة كان بيتضرب وحتى صحاب فيي بيخافوا يدخلوا فبيكرر فيي يمشي بكرامته علشان ما يتهزقش اكتر من كده وبعدها بنشوف شخص اسمه جيري جيري يبقى ابن واحد من اغنياء البلد وجيري بسبب نفوز والده ما كانش همه حد وبيعمل اللي هو عاوزه وجيري بيشوف بياع عارض حجر كريم للبيع وجيري بيتبلطج على البياع واعاوز ياخد منه الحجر من غير ما يدفع فلوس وكمان بيدرب البياع علشان طلب منه يدفع ثمن الحجر الكريم ووقتها كان فيه معدي وشاف اللي حصل وفيه بيقرر يجيب حق البياع الغلبان وبيتخنق في جيري ويتشطر عليه فعلشان كده بيتعارك مع جيري علشان خطر البياع وجيري كان قوي في الكونج فو بس فيه كان اقوى منه وبيمسكه وبيعجنه قدام الناس فجيري بيتطر يمسك سيف علشان يقدر يتغلب على فيه بس مع ذلك فيه بيقدر ينتصر عليه وبياخد منه السيف وبيرفعه على رقابته وجيري بيستسلم وكان هيعيط حرفيا وفيه يخد الفلوس من جيبه ودها للبيع الغلبان وبعدها بنروح لام لين اللي كانت قاعدة مع المعلم وونج وبنعرف من كلامهم ان ام لين تبقى اخت المعلم وونج وفيه بيوصل للمدرسة ولما بيشوف ام لين قاعدة بيتسحب وكان داخل قدته بس ابوه بيشوفه وبيندح عليه وبيقوله تعالى سلم على عمتك وفيه بيتصدم لما بيعرف ان الست اللي لسه مقطع در بتبقى عمته وما كانش عاوز يوري وشه ليها بس عمته كانت مصممة تشوفه وبتتصدم لما بتعرف ان هو الولد الصيع اللي عكس بنتها وعلى طول بتبلغ وونج ان فيه عكس بنتها وكمان كان عاوز يضربني وونج لم عارف كده ضرب ابنه بالقلم ووقعه على الارض وكان لسه ينزل فيه ضرب بس بيوصل واحد اسمه لي وليه ده يبقى ابو جيري اللي لسه فيه مقطع من الضرب وبنشوف ان جيري بقى في حالة سيئة بسبب قتله مع فيه وليه بيقول لونج ابنك هاجم ابني وهو اللي عمل فيه كده وكسر رجله ودريعه وكسر عدمه وليه ورجالته كانوا عاوزين ينتقموا من فيه ويدربوه بس عامته بتتدخل وبتدفع عن فيه وبتقول انهم لازم ينظموا مباراة ما بين فيه وحد من رجالة ليه وبكده هتكون مباراة متكافأة وليه بيوافق وبيختار امهر مقاتل عنده علشان يقاتل فيه وبيبدأ فعلا القتال والراجل بتاع ليه كان قوي جدا وبيسدد لفيه ضربات قوية وبيقدر يوقعه كزا مرة بس فيه كان لسه واقف وبيقاتل بقوة وعمته بتديله نصيح علشان يتغلب على خصمه وفعلا فيه بيعمل بنصيح عامته وبيستخدم اسلوب معين في الكونجو فو وبيقدر يتغلب على الراجل بتاع ليه وليه بعدها بياخد رجالته وبيمشي من المكان بس كان لسه وونج متعصب من فيه وبيقوله انت عملتلي مشاكل كتير قوي النهاردة وونج بيكرر يعاقب ابنه وبيخليه يعمل تدريب قاسي اسمه تدريب الحصان وده عبارة عن ان فيه هيكون متزنب بالوضعية دي وفيه شامعة هتكون تحتية علشان لو استريح الشامعة تلسعه ولازم يفضل ثابت بالشكل ده لمدة خمس ساعات ومساعد المدرب كان بيرقبه علشان يتأكد ان فيه مش هيغش وهو مساعد المدرب كان شامتان في فيه لان فيه هزقه قدام الطلاب قبل كده وبيكرر كمان يزود من شدة التدريب على فيه وبيكوب بمية سخنة في الطبق اللي فوق دماغه وبيفضل يغلس عليه ويستفزه ولكن بيظهر جيمي صاحب فيه وكان معه كرسي وبصرع بيحط الكرسي ده فيه علشان يقعد عليه ويستريح بس السوق حظ فيه بيجيبه وبيشوفه وهو قاعد على الكرسي وبيقوله ان لازم اجيب عمك سوهاي وهو اللي ضربك بنفسه وونج بيرغي التدريب ده وبيعمله تدريب اصعب وبيربطه في الهوى وبيخليه متعلق وشايل برقبته قرورة كبيرة مليانة مية بس جيمي بيظهر تاني وبينقزه وبيوكله علشان كان جعان جدا وبعدها بيحرره من الحبل اللي كان مربوط به وجيمي بيسأله هو فعلا عمك سوهاي هيجي علشان يدربك ففيه قاله اه للأسف فجيمي قاله دي مصيبة انت مش سامع عن التدريبات بتاعت عمك ده بيتقال عنه انه قاسي جدا وممكن في تدريب من تدريباته دراعك تقطع وانا في مرة كنت اعرف طالب بيتدرب عنده وبسبب تدريباته بقى مشوه واسنانه وشعله وقعه وفيه بيخاف جدا بعد اللي سامعه من جيمي وجيمي بينصحه انه يهرب بسرعة وفعلا فيه بيعمل كده وبيهرب بس بيخش الاول مطعم قريب لانه كان جعان جدا وبيشوف راجل غاني قاعد لوحده فبيروح يوعد معاه وفيه طالب تقريبا كل الاكل اللي كان في المينيو والراجل الغاني اتفاجئ من فيه وهو بيأكل علشان فيه كان بيأكل بسرعة وبشراها كأنه ما شافش اكل قبل كده وفيه كان طول اليوم بيتدرب تدريبات شقة من ابوه فعلشان كده كان ميت من الجوع وبعد ما فيه مسح الاكل اللي كان واخد بعض وماشي والنادل لما سألوا عن حساب الاكل فيه قالوا ان الراجل الغاني ده يبقى ابويا وهو اللي هيدفع بس النادل قالوا الراجل اللي اصدق عليه ده اصلا يبقى صاحب المحل وانا اساسا ابا ابنه يا حرامي ومش هتعرف تهرب من الحساب وعمال المطعم بيتلموا حوالين فيه بس فيه قال لهم انا نسيت ما حفظتي هروح اجيبها وجي بس قبل ما كان هيهرب بيظهر قدامه شخص عملاق اسمه جوريلا وبيوقف فيه وبيبدأوا العمال يتلموا على فيه ويدربوه وفيه بيقدر يتصدى اليوم كلهم بس بييجي عنده جوريلا ومش بيعرف يعمل معه حاجة وجوريلا بيكسر عليه المكان وبعدها بيكتفه والعمال بينزله في ضرب ولكن فجأة بيظهر شخص عجوز وبيدافع عن فيه وبيقول لهم كل ده على واحد مش رجولة وبيقوم الرجل العجوز وبيضرب العمال بتوع المطعم والعمال بيستهونوا بيه عشر راجل عجوز بس الراجل العجوز ده تلع ماهر في الفنون الكتالية وبيقعد يتنطط في المكان ولا كأنه شاب وبيقف يعارقهم كلهم وبيخلص عليهم بكل سهولة وبعدها بيهرب من المكان هو وفيه وبيروح يستريحه في مكان وفيه بيشكره على المساعدة ولما فيه سألوا عن اسمه قالوا عن اسم المعلم سوهاي ففيه بيحكيله ان فيه معلم برضه اسمه سوهاي بوصله حياته وخليه يهرب من المدرسة وان المعلم ده بعمه وبيقعد يشتم فيه بكل الشتائم اللي في الدنيا بس بيطل عن الراجل العجوز ده ابوهو المعلم سوهاي عم فيه اللي كان عمال بيشتم فيه وسوهاي بيقول له انا جيت المدينة دي علشان ادرب واحد فاشل اسمه فيه وفيه لما بيكتشف ان دايب عمه بيتنفض من مكانه وحاول يهرب منه بس سوهاي كان بيظهر له في كل مكان بيهرب فيه وبدأ معه على طول التدريبات وبيقول له ابوك ده فعل فلوس وطلب مني اضربك وهعمل كده فعلا وتدريبك هياخد مني سنة كاملة وفيه يحاول يضرب المعلم سوهاي بس ما كانش يند ليه خالص وسوهاي بيمسكه وبيضربه وبيهزاه حرفيا علشان يعلمه الادب وفيه يحاول يستخدم بعض من اساليب الكونجو فو عليه بس سوهاي كان من امهر المقاتلين في السن كلها وبيعتصدر كل ضرباته وبيستخدم اسلوب معين في الكونجو فو اسمه اسلوب المعلم السكير وبعدها بيقعد على رقابته بيقول له انت هتتدرب يعني هتتدرب وساعتها فيه بيستسلم وسوهاي بياخده البيت وعلشان يبدأ مع التدريبات والتدريبات بتبدأ من لحزة لما دخلوا البيت وسوهاي بينزل فيه درب علشان يخليه شابه قوي ويبطل شقاوة وبيقول له من النهاردة انت مش هتولغر حاضر ونعم بس وإلا همسكك وههينك وبالليل والمعلم سوهاي كان نايم فيه يحاول يستغل الموقف ويهرب بس بيتفاجئ ان سوهاي كان رابط صبع رجله بحبل وبيقول له تعالى يمفتح حامل لي فيها زاكي وعاوز تهرب قال له والله ابدا انا كنت عاوز اروح لحمام وتاني يوم التدريبات الحقيقية بتبدأ وسوهاي بيوقفوا على اربع ادرات كبار وفيهم واحدة مليانة مية وبيخليه ينقل المية من ادرة لادرة وفيه يتخنق وجاب اخره وفكر في خطة علشان يهرب وراح داخل في الادرة اللي مليانة مية وعمل نفسه بيغرق وفي الاول سوهاي افتكره بيستعبد بس بعدها حاس ان الموضوع جد ولما راح علشان يتطمن عليه فيه داخل سوهاي مكانه في الادرة وخرج هو بسرعة وبعدها حبسه جواها وحط صخرة كبيرة علشان ما يخرجش وفيه بعدها تلع جري من المكان باقصى سرعته ووصل بعدها فيه مكان علشان يستريح وينشف لبسه بس بيظهر لفيه شخص خطير اسمه سندرليج وسندر بيقول له انت بتعمليه هنا في بيتي خد بعضك ويمشي من هنا حالا وفيه ما كانش يعرف مين هو سندرليج سندرليج يبقى قاتل مأجور وبينفس جرائم قتل مقابل الفلوس وفيه بيرفض يمشي الا لما ينشف لبسه فسندر بيتعصب منه وبيقول له انا لازم اعلمك الادب وعلى طول بيروح يهجم على فيه وبيوقعه على النار وبيلسعه وفيه بيحاول يهجم على سندر وكان عاوز يضربه بس سندر بيتل عنه شخص قوي جدا في الكونجو فو وعنده اساليب ندرة في الفنون الكتالية وبينزل طلطيش وضربه فيه وبيقول لي فيه انت فاشل قوي في الكونجو فو وفيه يحاول يهجم عليه تاني ويثبت له انه مش فاشل بس سندر بيمسكه وبيعجنه وبينزل فيه ضربه بكل عنف وما كانش متساهل معاه وبيضربه بكل قوة وبعدها بيديله بالرجل وبيطيره وفيه كان ضعيف قوي قدام سندر وسندر قضى عليه تماما وداس على وشه وهان كرمته وبيقول له قدامك عشرين سنة تدريب علشان تقدر تهزمني وسندر خلى يصحف تحت رجله وبعدها اداله بالرجل ومسك لبس فيه وحرقه قدامه وفيه يتضايق جدا وحسنه مكسور وتلع جري من المكان وكان متضايق جدا ان سندر ضربه وهانه بالشكل ده وبيكرر انه لازم يتضرب كويس علشان يرجع ينتقم من سندر وبيكرر يرجع لعمه سوهاي علشان يضربه وساعتها سوهاي كان قاعد متضايق انه فشل في تدريب فيه وفيه بيوصل وبيخش عليه وحاول يصلحه ويتكلم معاه بس سوهاي كان رافض وفيه اداله حاجة يشربها وقاعد يتأسف له وقال له هنعاوز ارجع تضرب معاك فسوهاي سامحه علي عمله وبدأ مع التدريبات من جديد وفيه كان بيتدرب بكل جدية علشان يكون جاهز لمواجهة سندر وسوهاي كان بيدربه بكل قوة وكان بيعلمه اساليب الكونجو فوق اللي بجد وبقى بيتعامل مع فيه على انه ابنه بيهتم به وتاني يوم بيخلي فيه مربوط من رجله وخليه يملى جردل المية ده باستخدام الفناجين والتدريب المراضي كان صعب جدا وفيه لاحز ان المعلم سوهاي نام ففيه بيكرر انه يغش وفك نفسه ونزل ملك جردل وراح صحى سوهاي وقال له انا خلصته مليت الجردل بس سوهاي كان عارف انه غش وكعقاب ليه اداله فنجنين اصغر وقال له روح بقى فضي المية ورجحها لمكانها تاني وفيه بيتديق جدا وبيضطار يسمع الكلام وبعدها سوهاي طلب منه يكسر شوية جوز باستخدام ايده وفيه حاول بس مش بيقدر بس بيفضل يتمرن وبيحاول لان التدريب ده هيقوي من اعصابه وفعلا مع الوقت فيه قدر يكسرهم بايده وعمل كده كزا مرة ونجح وقال لسوهاي انا تعبت جدا من التدريب وعوز ارتاح فسوهاي بياخده وبينزله المدينة وبيخشه على مجموعة من الناس بيلعبوا مراهنات وسوهاي بيحط فلوس وبيراهن في الالعاب وسوهاي كان شاطر في الالعاب دي وبيقدر يكسب فلوس كتيرة بس فيه بلطاجي اسمه ايرون هيد مش بيعجبه انه سوهاي فيدل يكسب وبيقرر يتحدى المعلم سوهاي وايرون هيد بيحرك اللعبة بشكل سريع بس سوهاي كان مركز وقدر يقفشه انه حرامي وغشاش فايرون هيد عمل فوضى في المكان وسرق كل الفلوس وهرب بس سوهاي مسكه زي الحرامي قبل ما يهرب وفيه قاله رجع الفلوس اللي انت سرقتها فايرون هيد قاله مش هرجع حاجة لو عاوز الفلوس تعال قتلني وفعلا بيخشه هما الاتنين في قتال شارس وايرون هيد كان شخص قوي وفيه ما كانش عارف يتصداله والقتال ما بينهم بيطول لحد ما سوهاي قدل فيه شاكوش حديد وفيه مسك الشاكوش وضرب بيه ايرون هيد وورم له دماغه وفيه هو اللي بينتصر في القتال وبيرجع بعدها فيه للتدريبات وكان بيركز في التدريب انه يقوي اعصاب ايده وبعدها بنلاحظ ان ايد المعلم سوهاي بترعش والمشروب اللي معاه خلص فبيدي فلوس لفيه وبيقول له انزل هاتلين بيت من السوق بس فيه المستهتر خد الفلوس ونزل قاعد في مطعم علشان ياكل وصارف فلوس المعلم سوهاي وراح ملل ازازة بتاعت المعلم سوهاي بمية وسوهاي كان قاعد على اعصابه ومستني ان يبيت وبينشوف ان الرعشة في ايده بتزيد وفجأة بيخش على سوهاي ايرون هيد ومعاه اخو الكبير اللي اسمه بامبو وبامبو كان جاي انتقم من اللي حصل في اخوه وبيعرف نفسه قدام سوهاي بس بامبو ما كانش يعرف ان ده المعلم سوهاي المشهور بس لما عارف ان ده سوهاي بيخاف وكان واخد بعضه وماشي بس ايرون هيد بيقول له انت مسدق ان ده المعلم سوهاي انت مش شايف ايده بترعش ازاي ده اكيد مش المعلم سوهاي فبامبو قال له تصدق عندك حق ورح بامبو مهاجم سوهاي وسوهاي ما كانش عارف يتصدق لبامبو علشان اعصاب ايده كانت بايزة وبامبو كان ماسك سوهاي ومقطع من الضرب لحد ما اخيرا بيوصل فيه وبيشوف اللي بيحصل وسوهاي قال له اديني اني بيت يا زفت وسوهاي لما خد النبيت وشربه بيكتشف ان ده مية وبامبو بيهاجمه تاني وكان هو يخلص عليه بس بينقصوا فيه وفيه وسوهاي بيقاتلوا بامبو بس بامبو كان عاين بيهم هم اللي اتنين ونزل فيهم ضرب فالتنين اضطروا يهربوا منه زي الجبنة واستنوا لحد ما بامبو مشي ورجعوا عالبيتهم تاني وفيه كان ندمان انه كان السبب في هزمتهم من بامبو علشان صرف الفلوس ومجابش لسوهاي النبيت اللي طلبه وسوهاي قال له دي اول مرة اتهزم فيها في حياتي علشان بفكت قوتي من غير النبيت وفيه قال له لو انت كنت ضربتيني وعلمتيني الاسلوب بتاعك في الكتال كان زماني هزمت بامبو بدل ما انت عملت اعلمني تمارين ضغط وعولة وتمارين مملة فسوهاي بيتحك وبيقول له انا كنت بجهزك علشان تتعلم الاسلوب السيري وهو اسلوب المعلم السكير وبعدها سوهاي بيشرب نبيت وبيبدأ يعلمه واسلوب المعلم السكير ده بيعتمد ان المقاتل يبقى سكران وبيقول له الاسلوب ده مليان اسرار وخدع واهمها ان الخصم بيظن انك ضعيف وتهزمت بس انت بتتظاهر انك ضعيف علشان تنتصر وبيقعد سوهاي وفيه يشربه طول الليل لحد ما فيه فقد الوعي وتاني يوم الصبح فيه بيبدأ اتدرب على اساليب المعلم السكير وبيطبق كل التعليمات اللي خدها من سوهاي واليكتو البدنية بتتحسن جدا وبيطبق كل التعليمات دي وهو سكران وبعدها بنروح لمدرسة المعلم مونج ابو فيه وليه ابو جيري بيجي له وبيتكلم معاه في موضوع مهم ليه كان عاوز يشتري شوية اراضي من اهل القرية بس اللي حصل ان المعلم مونج اتدخل وقال لأهل القرية ما يبعوش اراضيهم لليه فليه جالوا دلوقتي وسألوا انت ليه قلت لأهل القرية ما يبعوش الاراضي ليا فونج قالوا علشان انا عارف نيتك وعارف انت اخترت الاراضي دي بالذات ليه علشان الاراضي دي تحتها دهب وانت عاوز تشتري الاراضي بسعر رخيص فليه بيتفاجئ ان مونج عارف بموضوع الدهب اللي تحت الارض وبيقوله طيب انا هديك 20% من كمت الدهب لو اقنعت اهل القرية يبيعو الاراضي بس وونج بيرفض وبيقوله الدهب اللي تحت الاراضي دي من نصيب اهل القرية غلابة وانا مش هسمح لك تنفز اللي في دماغك فليه بيحس بالاهانة وبيمشي هو ورجالته بس بيبعت رسالة للقاتل المأجور صندر لج وبيقوله فيها ائت للمعلم وونج وهديك 1000 دولار وصندر بيوافق على العرض وبنرجع لفيه اللي بيروح لمدرسة المعلم بمبو وبيشوفه واقف وسط طلابه وفيه قرر يهجم على المعلم بمبو علشان ينتقم منه وياخد حقه وفيه بيزهر منه مهارات قوية بعد ما تعلم من المعلم سهاي وبمبو ما كانش يعرف ان فيه يتعلم فن المعلم السكير وفيه كان متفوق عليه في الكتال وفي نص الكتال بيشرب نبيت علشان يبقى سكران اكتر وبمبو بيهجم عليه بس فيه كان بيصد درباته وبيفضل فيه يشرب لحد ما بقى سكران تماما وبمبو لما شافه سكران افتكر انه كده هينتصر عليه بسهولة واستهون بيه بس فيه مسكه ونزل فيه ضربه بكل قوة وقدر يتغلب عليه بكل سهولة وبعد ما انتقم منه راح خد برميلين نبيت كبار من مدرسته ورجع بيهم للمعلم سهاي علشان يدهم له هدية بس بيتفاجئ لما بيخش البيت ومش بيلاقيه وبيلاقي ارسالة سيبهاله المعلم سهاي وكان كاتب له ان تدريبه خلاص انتهى وانا عملت اللي عليا وعلمتك كل فنون الكتال اللي هتحتاجه في حياتك وبينصحوا انه يمارس فن الكتال اللي هو حبه ومتكنه وبيفكروا انه اسلوب المعلم السكير هو من اقوى فنون الكونج فو ويرجع لابوك وخليك ولد كويس ولو احتجتني في اي وقت هجيلك وفيه بيتضايق علشان يتعلق بالمعلم سهاي جدا وما كانش عاوز يسيبه وبنروح لمدرسة المعلم وانج وفيه طالب بيجي الوانج وبيقوله تعالى بسرعة رجالة ليه بيحفروا في اراضي الناس فوانج بيتحرك مع الطالب بتاعه والطالب بيفضل ما يستدرجه للصحراء وبيطلع ان الطالب ده عامله فخ واستدرج وانج لساندرليج وساندرليج بيهجم عليه فورا وبيعرفوا انه قاتل مأجور وفيه حد اداله فلوس علشان يقتله ووانج قال له وريني اخراك وبيكملوا القتال ما بينهم وساندرليج كان مسيطر على القتال ووانج لانه سنه كبير ما كانش عارفي جاري ساندرليج وساندرليج بينزل فيه ضرب وبيقع على الارض وكان على وشك يقتله بس بيظهر طالب مخلص جاب معاه فيه علشان يلحق ابوه وفيه بيتفاجئ لما بيشوف ساندرليج من جديد والحياة بتدي لفيه فرصة للانتقام من اللي عامله فيه ساندرليج وفيه المرة دي كان شجاع وما كانش خايف منه وبيكلمه بكل سكة وساندرليج بيقوله انهدفنك انت والدك وساعتها بيظهر سوهاي وبيدي نبيت لفيه وفيه بيشربه وهو بيقاتل ساندرليج وساندر كان مسيطر على القتال بس فيه لما بيشرب بيعرف يواجه ساندر وسوهاي كان جايب له نبيت مفعوله سريع وفيه بيذكر بسرعة وقدر يفادي كل هجمات ساندر وبعدها راح حجم عليه ونزل فيه ضربه بكل قوة بس برضه ساندر ما كانش خاص مسهل وبينزل ضربه وطلطيش في فيه بكل قوته بس فيه بيركز وبيستخدم كل الاساليب اللي اتعلمها من المعلم سوهاي وكل ما كان بيفوق كان بيرجع يشرب تاني وبيتفوق المرة دي على ساندرليج وبيسيطر على القتال وفي النهاية قصر رقابته وانتصر عليه اخيرا وبكده يبنطقم منه وجاب حقه وحق ابوه والفضل في المعلم سوهاي اللي كان مآمن بيه وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء الاول واستنوه في ملخص الجزء التاني واللي وصل لاخر الحلقة عاوزك تحط يموش الدراع في الكومنتات علشان اعرف مين اللي عجبته الحلقة وما تنسوش تعملولنا لايك وتشتركوا في القناة وبي باي